والثقافية والأكاديمية والرياضية ونشكر لكم حضوركم ودعمكم لنا في حفل توقيع اتفاقية التعاون الأكاديمي بين الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والتكنولوجيا وأيضاً أكاديمية أثاتيك الرياضية تلك المؤسسة الرياضية الأكاديمية التخصصية المعنية بتدريب كرة القدم واللياقة البدنية وكثير من الألعاب الرياضية الأخرى الجماعية منها والفردية والمتميزة على مستوى الدولة عموماً وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص والآن نتابع معاً فيلماً وثائقياً عن نشاطات ورجحات أكاديمية أثاتيك الرياضية ترجمة نانسي قنقر 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 تحرص أكاديمية أثاتيك الرياضية إلى جانب عملها التدريبي والفني على تفعيل دور التأهلي للكوادر التدريبية والفنية والرياضية وانتلاقا من هذا المبدأ عملت على توثيق علاقاتها واتصالاتها مع الأكاديميات العلمية والدولية داخل الدولة وخارجها فجاءت هذه الاتفاقية مع الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والتكنولوجيا لتوفير إمكانيات تنظيم الدورات التدريبية التخصصية على عالية المستوى حيث أن الأكاديمية الألمانية للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة علمية أكاديمية تختص بتكوين الكوادر العلمية والتخصصية والتدريبية داخل ألمانيا وخارجها وتعمل على تعزيز التبادل العلمي والثقافي مع الدول العربية وهنا اسمح لي أن أدعو سعادة الدكتور مصباح إبراهيم جعفر ومثل الأكاديمية العربية الألمانية لتقديم كلمته فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رعي الحفظ السيدات والسادة الأخوات والإخوة الضيوف والحضور الكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي بداية أن أدعو عليكم تقديرا وتحيال سعادة الموفيسور الدكتور ساد رئيس الأكاديمية العربية الألمانية لغلوم التكنولوجيا روفيسور الدكتور ساد هيالي فيكتور ديس أغابيش أكاديمي أورفزيشاف التكنولوجيا والذي شرفني بتكليفي بتمثيلي في هذا الحفظ وأني أتشرف حقا بوقوفي بينكم هنا لنشهد معا إطلاق تشاركية علمية أكاديمية رائدة في مجال علوم التربية البدنية والرياضة وإذ حرصت الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم التكنولوجيا منذ تأسيسها في مدينة كولن ألمانية سنة 2007 على نشهد أسلوب البحث العلمي وتفعيل دور الدورات التدريبية القصيرة والطويلة في المجالات العلمية داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية وفي الدول العربية ومنها علوم التربية البدنية والرياضة والعلوم المرتبطة بها وإنه من دواعي الفخر أن تكون أولى الاتفاقية التي دوقعوها الأكاديمية العربية الألمانية في دولة المارات العربية المتحدة وفي منطقة الخليج عموما أن تكون في هذه الإمارة المعطاء إمارة الفجيرة وأن تكون برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله الشرقي وأن تم التوقيع مع أكاديمية رياضية تخصصية رائدة استطاعت أن تنتقل خلال فترة نشأتها وانتلاقها القصيرة وأن ترتقي إلى أن تكون من مصافي الأكاديميات الرياضية المتميزة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أكاديمية أثلاتيك الرياضية حيث تتقاطع استراتيجية وسياسة الأكاديمية العربية الألمانية في نشر أسلوب البحث العلمي مع رغبة أكاديمية أثلاتيك الرياضية في تطوير وتأهيد الكوادر الرياضية التدريب المتخصصة على مستوى عالي وسنكون باكولة هذه الانتفاقية بإذن الله في مطلع الشهر القادم حيث سيتم تنظيم دورة تدريبية تخصصية لتكوين مدرب دولي باللياقة البدنية حيث ستستضيف هذه المؤسسة العلمية كبيرة الفجيرة أحداث هذه الدورة واسمحوا لي نهاية أن أشكر لكم جميعا حضوركم ودعمكم ومشاركتكم لنا والشكر الموصول مجدداً يسمون الشيخ عبد الله بن حمد مسي في الشرق أنا رأيته هذه التشاركة السلام دكتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً دكتور مصباح والآن شكراً يتفضل الأستاذ إسماعيل أيضاً ليلقاء كلمتها ليتفضل مشكوراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالعاملية أنا وسهلاً شرفتون الجميع نرتفع بكم سمو الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي حفظك الله ورعاك أصحاب السعادة أيها الحضور الكرام يسودني مجودي بهذا الحفظ الكريم ويشرفي الوقوف أمامكم وبالأصالة عن نفسي وبالإنامة عن جميع منتسبين أكاديمي الأتاتك الرياضية ولعبين الأتاتك الرياضية ليشرف الرياضة في إنشاء هذه الأكاديمية في ربوع السحر الشرقي بدعم حكومة الفجيرة الرشيدة وسيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله ورعاه أصدر الله خطاه أيها الحفظ الكريم إن توقيع تفاقية التعاون الأكاديمي مع الأكاديمية العربية الألمانية علوم التكنولوجيا وسيقوم فتوة كبيرة للأكاديمية نحو الارتقاء والتقدم وسنفتح لنا مجالات واسعة في التعاون سواء على الصعيد التدريب وتبادل الخبرات وتطوير لوائح والنظم وتنظيم الدورات كما تهدف هذه الاتفاقية إلى توصيل أواصل التعاون والصداقة مع الأكاديميات الأخرى العالمين بما يخدم الحركة الرياضية في هذه الدولة بصفة عامة وفي الفجيرة بصفة خاصة ولا شك بأننا سنستفيد ونتطور بالاحتكاك مع الآخرين من خبرات من خبراتها لبناء جيل واعي واعي قوي يخدم الوطن أعزائي الحضور أن التعاون هو الأساس النجاح ونحن بتوقعينها على هذه الاتفاقية نرتقي أكثر على سلم التطور في كل ما يوضح وموكب التقدم حضاري والتقني وإن شاء الله نكون هذه الاتفاقية فاتحة خير بجال التعاون المثمر وهذه هي الرياضة عطاء بلا حدود ورقي بلا عقبات أمام الشعوب وأن الرياضة حياء مع احترامه وتقديره لكل من سدد الله خطاب وبرك الله فيكم وأبقاكم دخرا وسددا للوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالإضافة بالإضافة إلى شهد التقدير وثناء من الدرجة الأولى مقدمة إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف أشرقي مقدمة من الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والتكنولوجيا أما الآن ننتقل إلى تكريم المؤسسات والفعليات والشخصيات الرياضية تكريم خاص من سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي للمدربة الفاضلة الهام أديبة الشريك لما قدمته من عطاءات بالتربية والتعليم شكرا للمشاهدة والآن الدوان الأميري بالفجيرة شكرا للمشاهدة منطقة الفجيرة منطقة الفجيرة منطقة الفجيرة التعليمية والآن نتقل إلى تكريم كلية الفجيرات وزارة الشباب ورياضة إبن فجيرة أما الآن معهد سمارتكي للتدريب الإداري بالفجيرة السيد خاسم يذب بطل العالم في رياضة بناء الأسلام حمارات والألب الروحي رياضة بناء الأسلام العالم البطل الثولي عبدالله محمد رمعان السباحي صاحب الميدالية القضية في رياضة العام القوة بدورة الألعاب الأسلامية بدورة العامة كوريا الجنوبية والميدالية الأسلامية شكرا للمشاهدة